السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء وصفتنا اليوم حلوة الهلال حلوة الزمن الجميل اليوم ان شاء الله نقدمها لكم بطريقة سهلة ومبسطة واقتصادية 100% سبقنا حضرناها في القناة وكانت الإضافة اللي يدرنا فيها اللي هي زنجلان ممكن استعمل أي نوع من المكسارات اللي كتفضله بالنسبة لي اليوم غا تكون بنكهة الفاني فقط وكرجيزوينة بززاف عندنا 125 جران ديال زبدة مارغارين تكون بحرارة للمطبخ إذا كستعملوا نصف الكيمية اللي بغا يضب المقادير فهو ممكن يضاعف المقادير أنا بالنسبة لي استعملت فقط 125 جران ديال الزبدة شديتها وغبيتها هكا إذا نخذ بالنسبة لي هاد الوصفة هادي شحل ما كانتش كايددار فيها نهائيا الجلاسي ولا شي حاجة لأنك تفند في الجلاسي كتكون يعني مستوسة ولكن احنا ندير فيها ثلاثة ديال المعالق الكبار ديال الجلاسي باش ما غا تجيش مستوسة قاع كتجي في المدق ديالها الزوينة بزاف كما كتشوفوا معنا أنا عبرت لكم يعني بالمعالق القالية السبولة اللي مهم تقريبا تكون شعشرين جرام في المعالق القالية ستين جرام إذا غا نضيفوه غا نغرب له إلا كان ما غربه المدق بار يعني غا تستعمله أنا بنسبة لي اخديت مصفات هكا وغربته وغا نخدم هكا مع شوية ديال الملحة غا نستعمله ضروري في اي وصفات ديال الحلويات ممكن ندير واحد القبصة ديال الملح تكون في الوصفات ديالنا إذا غا نضيفوه هكا الغلاسي غا نغرب له مزيان ومن بعد غا نخدموه هكا الغلاسي مع الزبدة مزيان وخاء انه ما غا يساعدنا شوية ممكن غا نضيف ساعد غا نزيدو الزيت وغا تندمجونا العنصر مزيان مزيان كما كتشوفو هدنا هنا ميات قران ديال الزيت اللي هو كاس قل ربع ديال العنبه مع بار كاس ديال العنبه كما كتشوفو معانا يعني الفيديو كي وضح كما كتشوفو غا نديرو كاس قل ربع وغا نخدموه لانه باش غا يساعدنا غلاسي مع الزبدة مع الشي تحاول تطلق النم زيان كل ما كانت تعدنا الزبدة في حالة المطبوخ كل ما كتجينا الخدمة الساهلة وكتساعدنا يعني ما كتعدبناش نهائيا ولا من الافضل يعني دا برجو شوية بدا يدفع هكا تدفعو الفران وديرو الزبدة فيه هنا عدنا ساشي ديال الفاني يعني قلت غا نسموه بسكر الفاني ولا بروح الفاني باللي كان الخميرة ما غنستعملوش كل حق كما قلتكم في البداية ديالفيديو غنستعملو نصف خمارة فقط لانه عدنا هنا نصف المقادير فقط كما كتشوفو هنا عندنا جوش فرماجات بالنسبة لي انا ضفت معلقة ديال كيري ديال الجبن ممكن اللي بغي يزيد كيري ممكن اي نوع من الفرماج يضيفه كما كتشوفو هنا عدنا جوش فرماجات معلقة ديال الجبلية هو اصلاح نغنضيفهم وغنخدمهم مزيان 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 حتى كيندمجوا العناصر مزيان كما كتشوفو ان شاء الله في هاد الاسبوع الجاي ان شاء الله اكيد غنوجدو وصفات اللمدان ان شاء الله واي حاجة ان شاء الله غنوجدها غنصورها معكم ان شاء الله ونحطها لكم في الفيديو كما كتشوفو خمارة من وزن تمامية غرام غنناخدو فقط ربعة غرام يعني ديالا غنضيفو نصف كيس من خميرة الحلويات كما كتشوفو غنستعملوها يعني كنخدموه مزيان هنا عدنا دقيق كما كتشوفو اللي كيكون مغربل وغنضيفوها على دفوعات احنا كنخدمو احنا كنضيفو يعني الدقيق ما اعطيكم شي كيمية محددة يعني كيبقى على حسب شحر غيدخل لكم انتم ما كتكونوا كتخدمو وفي نفس الوقت كتقيسوا العجين مخصوش يكون كيلساسك في اليدين اذا كنضيفو شوية بشوية وانا كنخدم حتى كنكمل الكيمية ديالي كما كتشوفو كنحصل على هاد القاوم يعجينا كتكون ارتباء وكتجنزوينها هكا وكنحاول نشكلها على شكل هكا صباعات ثم بعد كنعطيها شكل ديال الهلال اذا هادي بالنسبة لهادي الحلوة هادي حتى لا ما دهنتوش اللاطة ما كنحتيش اشكال لانا ما كتلصقش نهائيا في اللاطة يعني فيها الزبدة وفيها الزيت يعني ما كنلاش كما كتشوفو معنا كنديرو حربول وكنحاول نعطيها الشكل ديال الهلال اللي بغي يزيد يعليه شي شوية يعلي لانها في الفرن يعني مني كيكون كي طيب كي ياخد الحجم شوية كي يهبط شي شوية يعني كي يجي دربة وشارك تشوفو في البداية الفيديو وغتشوفو ان شاء الله في النهاية ديال الفيديو اذا رغانستمر على هاد الكيفية حتى نكمل جميع الوحدة ديالي صراحة الله كيجيه شيش شيش بزاف وكيجيه فتير رائع اذا رغانستمر مشاهدين الاعزاء على هاد الكيفية كما كتشوفو حتى غنكمل جميع الكيمياء يتبار كلا كتخرج واحد الكيمياء لا بأس بها من هذا ما هكا يعني كتوجد في الحين اللي بغي يدير بها كاسكروت ولا الفطور ولا كتجي حلوة صراحة الله معتبارة اذا رغانستمر فتنكمل تشكيل الوحدة ديالي كاملين كما كتشوفو كيكون فالاتنا عندنا الفرن ندرناها مقبل يسخون على درجة حرارة مئتين التحت والفوق يعني من الافضل ندخلوه الحلوة ديان الفرن يكون سخون مزيان يعني على درجة ديان مئتين درجة كما كتشوفو اذا هدا هو الشكل النهائي من كتخرج من الفرن كنفندوها في سكر غلاسي وهي سخونة باش كيلسق عليها الغلاسي كما كتشوفو هدي الكيمياء اللي خرجت لي انا صراحة الله كتجي وصفة هائلة ورائعة واقتصادية وزوينة بزا بزاف كنتمنى منكم تشتركوا في القناة باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله غنحضر لكم وصفات بخصوص شهر رمضان مبارك اذا ما تنسوش البارتاج واشتراك في القناة تمتم في آيات اشتركوا في القناة